استشهد عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب أخرون بجروح ودمرت عشرات المنازل والبنايات وشركة السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في شارع غزة القديم شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح غير عابئ بحجم مجازيره وجرائمه ضد الإنسانية يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على قطاع غزة وقد صمى الآذان عن النداءات الدولية الرسمية والشعبية لوقف حربه الممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي يكسف من قصفه الجوي وهجومه البرية على أنحاء واسعة من القطاع ليتخطى عدد ضحاياه 19 ألف شهيدا منهم 70% من النساء والأطفال عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بغزة وحدها بل طال عدوانه الضفة الغربية المحتلة التي يواجه فيها الفلسطينيون عنف قوات الاحتلال إلى جانب عدوان المستوطنين الإسرائيليين مما دفع دول الاتحاد الأوروبي لمطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لعنف المستوطنين غير المسبوق في الضفة الغربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبدي إصراراً لاستمرار عدوانها حيث أكد وزير دفاعها أن العدوان على غزة سيستغرق بضعة أشهر يأتي ذلك على الرغم من دعوات حليفاتها الأبرز الولايات المتحدة بإنهاء النزاع سريعاً حيث أعرب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان عن قلقه إزاء الخسائر المدنية الفادحة في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي جاوز النازحون فيه وفق التقارير الأممية 85% من السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يائسون، جائعون ومزعورون هكذا وصف المفاوض العام لوكالة الأنروا أهل غزة الذين يعانون من نقص في كل المواد الأساسية فضلاً عن انقطاع الاتصالات مما يجعلهم معزولين عن العالم